اشتركوا في القناة وحمل معاليه تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين للمفدة وصاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا سيادته على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات ونوه سيادة الرئيس التونسي بالعلاقات الطيبة والمتميزة التي تجمع البلدين مذكرا بالزيارة الناجحة التي قام بها إلى العاصمة البحرينية المنامة في يناير عام 2016 وما تحقق فيها من نتائج إيجابية مكنت من استعادة العلاقات الثنائية لحيويتها وإعطاء دفعة لمسيرة التعاون بين البلدين كما جدد تضامن تونس ومساندتها لمملكة البحرين في مساعيها الرامية إلى ضمان أمنها واستقرارها وقد نقل معالي وزير الداخلية لسيادة الرئيس التونسي تحيات جلالة الملك المفدة وسمو رئيس الوزراء الموطر وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم وتمنياتهم لسيادته وللشعب التونسي الشقيق دوام الأمن والاستقرار وأعرب معالي الوزير خلال اللقاء عن اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين بشأن التعاون الأمني وتبادل الخبرات مشيدا بالإنجازات الأمنية التي حققتها تونس فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية ومكافحة الإرهاب منوها إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى استكبال مسيرة التعاون والتنسيق في المجال الأمني ومتابعة تنفيذ بنود اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين الشقيقين أثناء استقبال حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين في 27 من شهر يناير عام 2017 لأخيه سيادة الرئيس الباج قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما وأشار معالي الوزير إلى ما تواجهه أمتنا العربية من مخاطر وتحديات تتطلب تكثيف التشاور والتنسيق والتعاون المستمر وحسن وسرعة التعامل مع المتغيرات الدولية واحتواء تداعيتها بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وصون منجزاتنا الوطنية الحمد لله أنا تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس ونقلت له تحيات أخيه جلالة الملك حفظهما الله وأنا سعيد بهذه الزيارة التي كانت على أساس دعوة من أخي العزيز معالي وزير الداخلية وخلال اجتماعنا إن شاء الله نجد فيه فرصة إلى أن نحن نتبادل وجهات النظر والتعاون والتنسيق وخصوصاً وأن بلدين الشريطين مروا في تجارب أمنية لم تكن عادية ولكن بفضل حكمة القيادة وتعاون الجميع تمكننا من تجاوز أهم الصعاب في هذه المرحلة واليوم نجلس مع بعض حتى نستفيد من هذه الخبرة الأمنية وبرأيي أن التعاون الأمني هو يشكل أعلى معدلات الثقة في التعاون بين أي بلدين شقيقين وأنا تطلع إلى أن نحول الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في يناير 2016 إلى خطوات عملية ملموسة تعود بالنفع على بلدين الشريقين إن شاء الله وفي سياق متصل عقد معالي وزير الداخلية ونظيره التونسي معالي سيد الهادي مجدوب جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين حيث ألقى معالي وزير الداخلية كلمة أكد خلالها أهمية هذا اللقاء لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق الأمني في إطار ما يجمع البلدين من علاقات أخوية راسخة وحرص مشترك على الارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وأكد معاليه على الحرص والرغبة في مواصلة مسيرة التعاون حيث تم خلال اللقاء مناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمنية وأوجه تفعيل التعاون الأمني والأليات التي تحقق الغايات والأهداف المرجوة منوها إلى أنه من أجل إدامة التواصل تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية ثنائية سوف تقوم بوضع برنامج عمل لمتابعة تفعيل الاتفاق الأمني بين البلدين شارك في اللقاءات التي عقدها معالي وزير الداخلية خلال زيارته معالي وكيل وزارة الداخلية وسعادة القائمة بالأعمال البحريني لدى تونس وعدد من المسؤولين بالوزارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر